الأهلي زي ما حضراتكم عارفين فقد ثلاث نقاط أكيد غالين جداً أمام بيراميدز وطبعاً يعني اختلاف كبير برضو بين مباراة مبارح ومباراة فيوتشر كلنا قلنا بعد هذه المباراة أن خلاص بقى الأهلي رجع والأهلي رجع إن شاء الله وراجع ولكن الأداء والروح والعزيمة والإصرار وروح الفانيلا الحامرة لسه يمكن في الطريق أو لسه يمكن فيه تعثر شوية بس تاني هرجع أقول إحنا هنرجع تاني لأن الأهلي معودنا على كده معلش ده حصل بلغة الأرقام والتاريخ قبل كده لكن إحنا لازم يبقى عندنا ثقة أن الأهلي يوم بيتكعبل كده مش هقول بيقع بيتكعبل بيرجع يقف على رجليه مرة تاني ده اللي احنا عايزين نركز عليه بشكل كبير جدا حنستعد لنهائي الكاس طبعا أمام الزمالك يوم الخميس مباراة في غاية الأهمية لكن لازم نستعد كويس قوي ونتكلم عن المشاكل ونتكلم عن يعني ما هو قادم وإزاي برضو الإدارة لهذه المباراة مفروض أن هي تكون كل ده مع كابتن إيهاب المصري نجمع وانتخب مصر طبعا السابق اللي بنوارنا النهاردة لا أنا شايف حز لا 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 إحنا لسا بنقولي أنا عارفا وكلامي أكيد لنهاية بيه الفقرة اللي هو الأهلي بتحكم في الموت بتاعنا من قطر عشقنا ليه ولكن كابتن إيهاب ده أنت كنت في الملاعب ده أنت كنت جاءوا المطبخ بتحصل صباح الفل صباح الفل عليكم وكل سلامهم طيبين وكل سلام ومشاهدين بخير وكل ممهور النادي الأهلي بخير طبعا الخسارة والمكسب بيتحكم في الموت بتاع الشخص العادي أكيد طبعا بيتحكم في الحالة العامة للجماهير مع عودة كمان الناس اللي شغلها النهاردة فالناس كلها يعني الحالة من مبارح في الموت مش تمام لكن النادي الأهلي مبارح قدم واحدة من أسوأ مبارياته للفترة الأخيرة أداء غير متوقع بعيدة عن الأداء حالة الحزن اللي عند جمهور النادي الأهلي وعند كل جمهور النادي الأهلي ومحبة وشك النادي الأهلي مش راجعة للأداء بس هي راجعة للروح للإنعدام الصقة مبارح نعيب النادي الأهلي مش مرحلش اللقاء كانش فيه روح ما كانش مش عايزة أقول كلام أقوى من كده لكن فعلا مبارح يمكن نتكلم قبل الهوى إحنا لو النادي الأهلي مبارح قعد يومين ثلاثة بيلعب من مبارا والمباراة المتدت النادي الأهلي ما كانش مدي مؤشرات اللي هو ممكن يحرز أي أهداف ما كانش ممكن يؤدي أداء أفضل من كده ودي حالة غريبة جدا على عيبة النادي الأهلي فيها أوقات كتيرة الروح يعود الفنيات يكون اللقاء عنده روح عنده رجولة عنده دم يكون ده كله يعود للفنيات الجري في الملعب ممكن يعود لو أنا مش في حالة الفنية ممكن أدائي الرجولي الجري في معدلات جري في الملعب بتعود كل ده لكن مبارح أنا ما شفتش الكلام ده شفت حارة لمبالاة رهيبة جدا حارة لمبالاة غريبة على عيبة النادي الأهلي روح الفنية الحمرة اللي احنا لسه نتكلم عليها مش هي دي مش هي دي حتى وانت في أسوق حالاتك هتلاقي اللعيب بيجري بيموت نفسه بيبقى فيه إهانة للعيب في الملعب بيحاول يهين نفسه بكل الطرق حتى لهو فنيا مش في كمال عبسانة زي حاجة معيش أنا حرجع وقارن شوية ما بين فيوتشر وبيرميدز وقت فيوتشر قلنا عادة الروح العزيمة موجودة زي بحاجة بتقول مش هقول إهان اللعب يهين نفسه بل اللعب أنا فهمه اللعب يجيب أخره في الملعب فيه تفاني فيه فيه تركيز فيه كل الكلام ده ده قلنا في فيوتشر لا من كم يوم طب معلش هو أنا لما أتكلم وحلل المنظر بهذا الشكل وبعدين يحصل العكس إلى حد كبير مش هقول تماما بس إلى حد كبير مع فيرميدز فين المشكلة يعني طالما أنا وصلت لده إيه اللي خلاني أرجع تاني يعني كل حاجة وعكسات عمل يعني كل حاجة بالزبط كده الصح كل اللي اتعمل في فيوتشر اتعمل عكسه والغلط تماما كل الغلط اتعمل الضغط العالي اللي اتعمل في فيوتشر والضغط المنظم والروح والتحرر بدون كرة للعيبة النادي الأهلي اللي حصل المباراة اللي فاتت في فيوتشر مباراة شفنا عكسه شفنا الضغط العالي بعشوائية ما شفنا شفنا ضغط غير منظم بالمرة شفنا ما فيش تحرر ما فيش العيب بيظهر لزميله بدون كرة ما فيش تحرك بدون كرة اللعبة النادي الأهلي كان بتهرب من الكرة بشكل كبير جداً بتهرب من بعضها بتهرب من الاستلامها نص ملعب النادي الأهلي فقدوا بشكل كبير جداً هل بيرمتز كان أفضل من فيوتشر على الأرض في الملعب مثلاً ولا راجع اللعبة أصلاً يعني برضو الفترة كان فيه كم يوم يعني ما قدرش أقول إن كان مثلاً فيه ضغط شديد أو ما خدوش وقتهم يعني بتفسر ده من وجهة نظر حضرتك برضو لعب كنت في القصة نفسها بيرمتز فنياً أعلى طبعاً أكيد عنده سكوات قوي جداً عنده خط وسط قوي جداً قدر يتحكم في سر اللقاء بشكل كبير جداً الراجل بتاعهم اشتغل على اللقاء بشكل كويس استفاد من الأخطاء اللي وقعت في مباراة كاس مصر مع كابتن سامي أمسان وكان لازم ريكاردو سواريش يتفرج على مباراة كاس مصر وقدر يستفيد من اللي حصل فيها لكن العكس مباراة حصل تكيس هو اللي استفاد بشكل كبير جداً من اللقاء وسط ملعب بيرمتز كان ليه الأفضلية وليه الخطورة محترف في بيرمتز كمان خلينا نقول أن المحترفين في بيرمتز كان هما كلمة سير مبارا هما محور أداء بيرمتز سواء بلاتي توري أو وليد الكارتي أو فخر ديب نيوسف وده اللي مفتقده نادي الأهلي الفترة دي أنه لازم يفرق بحجم نادي الأهلي اللعيبة المحلية في مصر عامة حتى في فترة الانتقالات اللي جاية كلها المستوىات متقربة لكن اللي بيفرق في الدورة المصري هو الكواليتي بتاع اللعب المحترف وما ينفعش فرقة بحجم النادي الأهلي والمنافسات القرية والجمهورية الكبيرة جدا فيها النادي الأهلي يكون ده مستوى محترفينه لأن مثلا بيرستاون مكسيوني مصابين مش موجودين حتى أداهم بيبقى فيه عليه علامات السفام كبيرة جدا لما بيكونوا موجودين غياب بدر بنون ديانج أعتقد الفترة الفترة فقد تركيزه داخل الملعب بفكر في حاجات ممكن يكون عروض الاحتراف أو الكلام ده كله مقصر عليه بشكل كبير مش هو ده أداء ديانجي بشكل كبير يعني انت بتشوف كابتن إيهاب ان فيه تشتيت من قبل اللعبة تشتيت تحديدا أنا بحمل يعني خلينا نكون متفقين ومتحملين عليهم لكن احنا بنحمل لعيبة النادي الأهلي مبارح الأول فترة دي كل اللي بيحصل في النادي الأهلي لأن زي ما هم وررون في مجرات فيوتشر مدام انت عندك خلاص ما تبخلش على جمهور النادي الأهلي ما هيدي النقطة أنا عندي أنا عندي تعالوا نرجع كده لو تسمحوا لنا برضو تسمح لي كابتن إيهاب نرجع لفيوتشر هذه المباراة اللي كان فيها يعني حاجات تدرس بصراحة بالزبط يعني انت شفت أداء حلوة قوي وشفت تكتلات حلوة قوي وشفت دفاع حلوة قوي وشفت بصات حلوة قوي وشفت كل حاجة وشفت النتيجة ولا أروع فهنا أو المشهد اللي أنا شايفة دولة الناس بتتبعنا وشايفة يعني على الشاشة وما حدث طيب لو أنا بعرف أعمل ما هي قصة في إيه اللي بيداء الجماهير بتاعت النادي الأهل النادي الأهل يعرف فيوصل للقمة وبيوصل ووصل كتير ولكن على السعيد الآخر ألاقي حاجات بتحصل زي بالزبط واحد يعني محترف يجي مش عارف مثلا يدخل جول وهو لعب محترف وهو فرود الفريق فبتبقى غريبة حريك فاهم قصدي يعني حاجة غريبة ما ده اللي هنتكلم فيه ده الزعل اللي عن الجمهور مدام انت وصلتني من 3-4 أيام لقمة مستوىك وقلنا ان النادي الأهل رجع والنادي الأهل بيقدي وشفنا ازاي مثلا في المباراة اللي فاتت حسام حسم وتحركاته اللي بيخلق فيها مساحاته ازاي حمدي فتحي فيه أوقات كتيرة كان بيخش هو مكان حسام والسلاة بيكمل كان فيه تحركات كتيرة جدا شفنا عبدالقادر وازاي التغييره ونزوله المباراة اللي فاتت أثر بشكل كبير جدا بالإجابة على الناحية الهجومية كل ده ما كانش موجود مبارح خط وصل النادي الأهلي مفيش تقارب في الخطوط فيه تابعة كبير جدا بين الخطوط مفيش ربط أفشا كان مختفى تماما الناحية الهجومية حسام حسن ومفيش بناء للهجمة أصلا دي مشكلة نادي الأهلي يوم فيوتشر قدر يضغط بشكل كبير جدا على فيوتشر ومخلوش ابن الهجمة من قدام بشكل كبير جدا برمض زي عمل كده على النادي الأهلي برمض قدر يضغط على النادي الأهلي من قدام بشكل كويس جدا بشكل قوي مبارح كان فيه حاجة بقى ملحوظة غريبة جدا الالتحامات الالتحامات الصنائية الواحد ضد واحد كلها مبارح مفيش لعيف نادي الأهلي قدر يكسب الالتحام مبارح بشكل قوي جدا فديد تبينك ان الحالة الفنية والبدانية اللي عيفت من نادي الأهلي ما كانتش حاضرة بنسبة كبيرة ما كانتش موجودة التفكير لللقاء أو التحضير لللقاء واضح اللي هو ما كانش متواجب بشكل كبير الهدف الأول برضو بتاع بيرامدز الى حد ما أثر في النفسية أو في العزيمة ممكن تفسر بعد الشكل ولا بالعكس كان مفروض يزيد الأهلي أو فريق عندنا عزيمة في ذلك الخبرات الكبيرة اللي موجودة في الملعب والتواجد الجماهيري والحضور الجماهيري مبارح والدعم اللي كان موجود في المدرجة مبارح لا أعتقد عادي معرض فيه سيناريوهات كتيرة ممكن تحصل حتى نادي الأهلي اللي بعد تأخروه بهدفين في الطبيعي والحالة الفنية والبدانية العادية اللي عادي من النادي الأهلي والروح اللي احنا نتعودنا عليه عادي حتى والتأخرو بهدفين حتى لو بتلعب بيرامدز بتلعب نادي الزمالك محترم الكامل ليهم تقدر ترجعي للمباريات تقدر ترجعي بشكل كويس جدا لكن مبارح يوم من الأيام اللي ممكن ما تتكررش كتير في النادي الأهلي ممكن يكون أيام مش يعني أنا ما شفتش النادي الأهلي كتير كده في الكرة ولا على وقتك كابتن يهاب حصل حاجات زي كده اللي هو حاجات بتحصل على أرض الملعب ما بقاش لها تفسير رغم أن انت بتبقى ممكن مباراة أو بطولة لسه واخدها وبعند يجي تلعب مطش على علامات التفاهم هل حصل وقتك بردو حاجة زي كده في أيام للنسان أنا بقول حالك هي في أيام للنسان بس الفترة دي كترت يعني الليفل زيت شوية ندر نقوم مؤخرا المبارات اللي حصل فيها المبارات يعني النادي الأهلي بيض فيها عن مستوى الفترة اللي فاتت ودي علامة سفاهم كبيرة جدا ده من أول أو مع بداية المنتخب ولا من قبل يعني لا لا هي تتزامن بعد عودة منتخب مصر من كاس أفريقيا وفيه تراجع كبير جدا يعني بعد المنتخب نعم إن الحمل البدني زاد على اللعيبة اللعيبة مش يعني خلاص يعني انباراة انت بتشوفي فيه لعيبة كتير جدا فعلا مش قادرة فيه لعيبة مش قادرة تشير جليها مش قادرة تجري في الملعب مش قادرة تجاري لعيبة بيرامد لأن برضو بيرامدز كان ممكن يعني جهزيا الجهزية البدنية بتاعته كانت أعلى كتير من النادي الأهلي فده واضح جدا مبارح فرق كبير جدا بين بيرامدز والأهلي مبارح بيرامدز فرقة يعني كبيرة فرقة محترمة عندها امكانان كبيرة لكن النادي الأهلي المفروض هو البطل هو بطل أفريقيا هو الاسم الكبير جدا في كرة مصرية فكان المردود مبارح اللي كان منتظر متوقع من النادي الأهلي كان أفضل بكتير لكن هنرجع ونقول كبوة وكل جواد كبوة وأكيد لعبة النادي الأهلي حزينة ووصل لها حزن جمهورها والحزن ده طبيعي في الكرة اللي أنا أحزن الحزن جاي من حب خلي بالك أنا مش حزين عشان أنا خلاص رفت لا أنا حزين لأننا بعشق هذا الكيان وفي نفس الوقت كنت أتمنى أنه هو يلعب بالشكل اللي لا ليق به لأن الشكل نحن نشوف ننبرح لا يليق بالنادي الأهلي لكن نادي الأهلي يليق بيه ممكن أداء فيوتشر المباراة دي الأداء اللي احنا نعرفه الأهلي زي مكتب أقول برضو في بداية الحلقة احنا ما أمرنا ما سمعنا أن الأهلي خسر لمدة عشرين سنة اتنين دوري أو دوريين متتالين وراء بعد حصلتش ما قلت في ناس تولدت وكبرت واتخرجت والأهلي ما أخسرش يا جماعة مرتين وراء بعد برضو خلينا كانت دي كلها وباللعيبة اللي موجودة دي يخسر اتنين دوري أو ربعة بعد كمان ما كنت أنا متقدم بفرق النقط دلوقتي أنا متأخر بعد كمان يعني متأخر بثلاث نقط بعد المباراة المؤجلة فأتمنى أتمنى أن اللعيبة الحزن ده يتقلب الأسبوع ده لحاجة إيجابية لطاقة إيجابية الفترة اللي جاية ويكون مرضودهم يوم الخميس هو ده ده عربون الصلح بينه وبين جمهور النادي الأهلي ياريت هنتنازل عن الموضوع ده يوم الخميس لازم ولا بد إن شاء الله هو ده اللي لازم يوصل اللعيبة توصله للجمهور اللعيبة لازم تعرف كده لازم هي تتحسس الجمهور الزعل ده ازعل وحقك اللي أنت تزعل وأنا حق اللي أنا صالحك أنا أعرف صالحك إزاي أعرف أرجعك تبقى في ظهري إزاي وكده كده جمهور النادي الأهلي سواء في المبارات الحاسمة أو المبارات الأخيرة موجود في ظهر النادي الأهلي كان مطلب للعيبة اللي الجمهور تكون موجودة في ظهرها من الفترة اللي فاتت شفنا الجمهور بتتواجه بشكل كبير جدا فأعتقد أن اللعيبة لازم لازم يكون عندها رد فعل يوم الخميس بشكل مختلف تماما يورو كان يوم الخميس النهاردة لازم الجمهور يكون عندها رد فعل مختلف من النهاردة تاني إحنا من حقنا نزعل من حقنا أن إحنا نغضب كمان لكن مش من حقنا ولا حق النادي علينا أن إحنا نقل من عزيمة اللعيبة دلوقتي ونقل من الأداء ونجلد الفرقة لا يا جماعة لو إحنا عملنا كده البقين يعملوا إيه إحنا لازم نبقى في ظهر معلش مع احترامي كلام ده بنوش علاقة خلص بأداء حلو أو وحش إحنا كلنا كنا عملين نشكر في الفريق ويوم فيوتشر معلش معلش إحنا لازم وحق النادي علينا زي ما إحنا لين حق على النادي حق النادي علينا وهذا الفريق علينا أن إحنا برضو نسنده من اللحظة دي لغاية يوم الخميس لكن ما تجيش تقولي يوم الخميس بس كابتني هاب برد لا مقصودش يوم الخميس في حاجة لجماهيره من دلوقتي أنا مقصودش يوم الخميس يوم الخميس التوجه للجماهير هيكون موجود هيكون دعم هيكون دعم الفترة الجاية خائية دي جهما هو، وعشان على الحلوة المرة دي مش مش مجرد شعارات بس، هي أفعال كمان لجمهور النادي الأهلي. في جمهور النادي الأهلي دايماً في المواقف دي هتلاقي كمان حتى جمهور كبير رايحة، هتلاقي الجمهور اللي مبرى، يمكن أن تتكلموا عليه ببعض الاشخاص إن الجمهور المدرّج لازم يرجع تاني. جمهور النادي الأهلي الحقيقي لازم يرجع تاني. الجمهور الللي وإمتى في أوقات المباراة؟ ده يفرق الجمهور اللي يتحكم في سر اللقاء وإمتى يضغط على لعبته بشكل جيد لما يحس اللعبته ويقعت فنياً وبدنياً في اللقاء هو اللي يقدر يفاوق تاني هو اللي يقدر يرجعه للقرى تاني ده الساحبال كل جمهور المعجاح اللي اللي النادي الأهلي محتاجه من المباراة الزمالة للفترة اللي بعدها هو ده الساحب المعجاح ثقة مرة تانية يجب تعود وده اللي نحن متعودين عليه الجماهير النادي الأهلي متعودين عليها يعني أن هي دايماً بتكون دعامة إذا أقولك أن فيه مطشط بتبقى يعني الجماهير حضرة للأهلي والأداء سيئ جداً بالتشجيع الأهلي يقول لي بيفوز والنتيجة بيحصل كامباك أكثر من رائع في ثواني المباراة بتنتقى أو بتتشقلب زي ما بيتقال فمعليش إحنا زعلنا يمكن كم ساعة خلينا نرجع زي ما إحنا كنا دايماً داعمين وأنا عارف أن في ناس كتيرة أصلاً مهما كان عندها حزن وانا منهم وكانت نهاب منهم بس في نفس الوقت نجوانا الحزن لكن خلينا ما نصدرش الحزن دا لا للفريق بتاعنا ولا للغير يعني مش عايزين حتى دا يتصدر للغير هنروح فاصل ونرجع عشانا احنا تكلمنا في اللي فات هل يتكلم في اللي جاي خلاص سوارش قدامه مهمة صعبة قدامه مهمة صعبة جداً إيه اللي منتظر منه إيه اللي منتظر من الفريق إيه اللي مفروض يتغير إيه اللي مفروض يتم حاجات كتيرة ويعني زي ما بتالي استفسارات كمان كتيرة جداً بعد الفاصل هنروح سريعاً ونرجع نكمل مرحبا حضراتكم مرة تانية وكالتنهاب لسه منوارنا وحدثنا أكيد مستمر ومباراة في غاية الأهمية إن شاء الله يوم الخميس القادم لكن من هنا بقى للخميس والبعد الخميس محتاجين إن احنا نتناقش شوية أو نتكلم شوية لإن زي ما كنت بقول قبل الفاصل مهمة قيلة لسوارش مع الأهلي وزي ما بتالي كامباك ونروح الفانيلا الحامرة إنها تعود مرة تانية والجماهير عايزة تنبسط وعايزة تفرح وعايزة تبقى بخورة بناديها لأن ده اللي احنا نعرف يعني فينا وادي تانية برضو تعرف حاجة تانية احنا ما نعرفش غير ده فالجماهير حقها على النادي إن هو يفرحها على الصعيد التاني الفريق حقه على الجماهير إن هو يسنده فهي معادلة واحدة ولكن برضو خلينا في الشق القادم مفروض على الفريق ومفروض من سوارش إيه اللي يحصل علشان أقدر أقول إن أنا بعود بس مش بعود بمباراة يعني وقت فيوتشر قلنا إن إحنا رجعنا كان فيه كامباك للأهلي رائع بس كانت مباراة إزاي أعود مرة تانية واستمر الاستمرار هي هي دي النقطة خلينا برضو منتفقين اللي إحنا ما ينفعش نحكم على الراجل في الفترة دي أو من خلال المباراتين ده سواء بالإيجاب أو السلب ده صعب جدا لأن الراجل جي خد الفرقة مش في قمة الهرم زي بنقول يعني وفي مستوها الفني يمكن مصمماني كان محظوظ في الفترة بتاعته أخرى بتاعته مع تلاحم فيلر بعد رحيل فيلر وهو جي كان الأمور كانت أفضل من كده بكتير فهو جي اشتغل من منطقة كويسة جدا فكمل بشغله فوضحت الأمور بدري أو الأمور كانت في شكل أفضل من كده على العكس دلوقتي سوارش جاي في أمور صعبة جدا جاي والفريق محبط الفريق نتائجه في الدوري مش بشكل جيد حتى الأداء الفني والأداء البدني مش جيد فالراجل جاي في وقت صعب جدا فعنده شغل كتير بيحاول وهو كمان تصريحاته بتقول كده هو أنا عندي شغل كتير عجبني تصريح وما عجبنيش تصريح والناس قالت يعني فيه تصريح مبارح قال إن أنا مثلا يعني ما استحقش المكسب لإن أنا مش ده الأداء اللي أنا كنت متوقعه بعد مبارات فيوتش هو كان يعني مديوم تعليمات وهو كان يمنى النفس يعني اللي هو يشتغل زي مبارات فيوتش لكن فيه تصريح مبارح برضو كان على لسانه اللي هو أنا ما بوعدش الجماهير أو بوفقا للتحليلات النقطة الدوري راح أعتقد كان فيه تحريف في التصريح ده يعني أنا أشك اللي هو يصرح التصريح ده لإن مش دي الروح اللي في النادي الأهلي أو مش دي الروح عندي مدير فن كبير جاي للنادي الأهلي هو عارف هو جاي على إيه عارف هو جاي بزمرا مين فأعتقد تصريح يعني أنا مواصف منه في الميل هو ما يكونش تصريح منه هو فالراجل عنده شغل كبير جدا مرحلة الاستشفاء الفترة اللي جاية عنده أربع أو خمس أيام لحد يوم الخميس الاستشفاء مهم جدا 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 لعبة النادي الأهلي التحضير الزهني والتحضير الفني والبدني للقاء لازم يبدأ من النهاردة هو يشتغل النهاردة اللعبة عندها راحة لكن هو لازم يشتغل كويس من النهاردة ويحضر لازم يتفرج على مباراة لنادي الزمالك بشكل كبير جدا لازم يشوف الطريقة المناسبة للقاء نادي الزمالك لازم يشوف آخر مباراة لنادي الأهلي مع نادي الزمالك لازم ندعم الجمل الهجومية بتاعتنا لازم نشغل أجهات كثيرة نخلي بالك هو عنده برضو مشكلة النواحي الهجومية عنده فيها عجز شوية البدائل يعني إصابة بيرستاو إصابة حسين الشحيات إصابة طاهر الدكة بمعنى أصحى عندنا فيها مشكلة وده خير دليل مبارح يعني لو رجعنا بسرعة كنا لأمس الدكة بيرامدز فرقت بشكل كبير جدا عن دكة نادي الأهلي التغييرات الهجومية كان لها مدلول كبير جدا في فرقة بيرامدز عكس نادي الأهلي فدي برضو من المشاكل اللي بتقابل الراجل الفترة اللي جاية لكن ممكن يكون في الاخلال الأسبوع ممكن بيرستاو يرجع فبيرستاو عودته ممكن يكون ورق ربح معاه في اللقاء اللي جاي لكن الأوراية الهجومية أو الأوراية الربحة الهجومية عنده قليلة جدا ممكن يبص على زياد طارق يدي له فرص أكبر أو وقت أكبر ده كله يعني من الصعبات اللي بتقابل الراجل الفترة دي فالراجل في وقت صعب أو في ظروف صعبة جدا محتاج التكاتف محتاج الدعم الكبير جدا من الناس في ظهره محتاج دعم لعيبته كمان يعني اللعيبة لازم ما تخزلش الرجل لازم أنا كالعيب كرة لازم أقف في ظهر الرجل لازم أقف معاه في أدائي من خلال أدائي في الملعب الرجل بيحاول يحفظهم جمل بيحاول يحفظهم لازم فيك ابتكارات كمان في الملعب أنا من ناحية النية لو هنتكلم كده ونحلل مع بعض ناحية النية للعيبة أكيد كل لعب في النادي الأهلي خصوصا مع قدوم يعني مدير فني جديد أنه هو عايز يثبت نفسه بأكبر قدر يقدر عليه ده ما فيهو الشك ولكن ده مش شايفينه من كل اللعيبة على الأرض ما هي معادلة جماعة غريبة يعني النية أكيد معروفة المنطق يقول كده لكن على الأرض مش شايفين ده ما دي من الحاجات الغريبة يعني طبيعي أنا لما يكون فيه مدير فني جديد بطلع كل اللي عندي حتى لو أنا مش قادر بحاول أطلع عشان أخذ سقطة عشان أن يلسقطه وأنا رقم واحد عنده واستمر معي لأن الطبعات الأولى بتدوم عند الناس دي وكتون منتا كويس وخصوصا هو صرح لو حضرتك فاكر أول ما جاء هو قال لك أنا ما عنديش لعب معروف ولا لعب مش معروف ولا لعب قديم ولا لعب مش قديم أنا هحلل واشوف وقيم يعني الراجل داخل ما فيش حد عنده بمعنى صح بيقول أن أنا ما عنديش حد غالي أنا بقيم ومحدش حافظ مكانه يعني محدش حافظ على مكانه الفرقة اللي هيقدي وهيكتهد وهيقدي اللي هو عايزه هو اللي هيكمل ودي أنا أتمنها الفترة اللي جاية لأن كمان إحنا شايفين في لعيبة يعني أنا شايف كوكا مثلا يعني أحمد نبيل كوكا واحد من اللعيبة اللي لما بتحتاجيها في النادي الأهل بتلاقيها أتمنى اللي هو ياخد في وسط الفرقة في وسط اللعيبة المتكملة لأن في لعيبة عندها مشاكل بدنية الفترة دي واضح عليها الإجهاد أدي للعيبة دي مش عيب الجمهور النادي الأهل هيستحمل العناصر اللغة الكرة جعانة كرة جعانة لعب عايزة تثبت نفسها للجمهور عايزة تثبت نفسها للراجل أعتقد هياخد مرضوط فني وبدني أفضل بكتير من اللي موجود دلوقتي فالراجل لازم يوسع برضو النطاق أو القماشة اللي معاه يدي مساحات للعيبة أكبر يدي مساحات للعيبة أكبر يشوف لعيبة في نطاق أعلى يعني أنا كنت مبسوط جدا لما في مرات فيوتشر لما لقيت محمد فخري كده عرفت أن الراجل برضو بيشوف الراجل بيتابع التدريبات بشكل كويس لما محمد فخري كان بعيد بقاله فترة لكن لما وضح اللي هو من وقت قدوم الراجل يشتغل بشكل كويس مبارح لما بدأ يعتمد على كوكة تاني فوضح أنه هو اللي هيكتهد في التدريب اللي هيكتهد في التعليمات بتاعتي وهينفذ التعليمات بتاعتي هو اللي هياخد فأتمنى للفترة اللي جاية تكون كده أن أي العيب هيتخازل أو هيكون عنده قصور فنية أو بدنية في الملعب لا الأجهز فنية أو بدنية حتى لو أقل منه في الإسم والقيمة هيديني مردود أفضل منه وده العدل يعني خلينا نقول برضو ده هو العدل اللي احنا نعرف وده الكورة لو الأمور في الكورة مشت بالمنطق ده صدقيني حتى لو أنت بتلعب مين وفي عدل في الكورة وفي اللي بيكتهد هو اللي بيلعب بس مش أسامي وبس لا أعتقد الدنيا هتمشي أفضل من كده بكتير جدا طيب إحنا في كذا محور لسه عايزين تكلم فيه بس بشكل أكثر تفصيلا شوية لو جينا اتكلمنا عن فكرة هنا إيه المفروض سوارش يشتغل عليه من مشاكل يعني إحنا عندنا كذا مشكلة أصلا إحنا مش عندنا مشكلة واحدة إحنا مؤخرا بقى عندنا فكرة الفينال بتاعنا إهدار الوقت كان برضو بشكل غريب جدا الهجوم عندنا برضو فيه مشكلة زي ما حضرتك قلت البدائل عندنا فيها مشكلة الناشئين محتاجين أن يتم التركيز على هذا المصنع زي ما بنقول اللي خرج لنا أسماء عظيمة جدا نجحت مع النادي الأهلي بشكل كبير ولسه هيخرج لنا ناس كتيرة فمحاور كتيرة محتاج سوارش أن هو يركز عليها من تلوقتي فنبدأ بإيه نحتاجها شغلة كتير ما أنا هقولها خلينا نبدأ هنبدأ بقى من الخط الخليف حراسة المرم كويس نقطة كويسة خلينا احنا بنتكلم بصراحة محمد الشناوي في حاجة لقاعدة تركيز من جديد الشناوي مش هو محمد الشناوي اللي انا عارفينه قائد وكابت النادي الأهلي اللي شال النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا وكان ليه دور كبير جدا في بطولات النادي الأهلي الشناوي بيمر بحالة عدم تركيز كبيرة جدا فنية داخل الملعب بلو قد إيه بردو كابتن إيها بتعتقد بردو بعد بطولة أفرق الشناوي يمكن حتى في مبارات فيوتر على فكرة كان فيه كرة معلولة اللي طلعها من جول من على خط المرمى الشناوي لو مركز كرة كانت سهلة جدا وطبيعية اتأخر في الخروج لها فشناوي لا وضح أنه هو مش في حالته الفنية أو مش في كامل تركيزه الزهني والفن العالي أتمنى أنه هو يرجع للمستوى الفني والزهني لأن الشناوي من الحراس الكبار في مصر ومن الحراس الكبار اللي جمع في تاريخ النادي الأهلي وده واضح جدا تأثيره على لعبة النادي الأهلي وواضح جدا تأثيره على نتاج النادي الأهلي خط الظهر برضو التوليفة الراجل لازم يعرف أيمن وعبد المنعم مش راكبين مع بعض برضو فيه صناقيات تنفع وفيه صناقيات ما تنفع يعني صناقية تأفشا والشريف كانت أكثر من رائعة في فترة الماء في فترة الماء هو أنا جاي لك في الكلام هو مش حارفة إيه اللي حصل بعد كده في فترة الماء كانت لها تواجد لكن دلوقتي أنا بشوف أن ياسر إبراهيم ممكن أشوف صناقية ياسر إبراهيم مثلا وعبد المنعم لأن بدر لأن أنا أتمنى يكون بدر موجود لكن بدر بقاله كتير إصابة وإنتقاله أو مش إنتقاله فأعتقد برضو بقاله فترة غايب فما ينفعش أجاز بيه في التوقيت ده كنت ممكن ألعب بيه في مبارات الدوري أو أديله جزء لكن صناقية بدر وياسر من الصناقية الجيدة جدا ياسر وعبد المنعم أعتقد ممكن تكون صناقية لأن أي من أشرف برضو الحالة الفناية والبدنية ليه الفترة دي مش في قوتها العالية علي معلول برضو تلاقي عندنا مشاكل علي معلول والناحية البدنية عنده الهدف الأول مبارح برضو كان التغطية العكسية أو من الظهر علي معلول ففي مشاكل الجابهة اليمين مبارح الناس بدأت تقارن بين محمد هاني وكريم فؤاد وأداء محمد هاني في مبارات برامات سفكاس وأداء كريم فؤاد مبارح كريم فؤاد قدم مبارات فيوتر على مستوى جيد مبارح بيقدي أداء من وجهة نظري مش هو الأداء المتوقعة والمنتظر المنظومة الدفاعية في النادي الأهلي فيها مشاكل لازم الراجل يحاول يشتغل عليها بشكل كبير جدا هو قدامه مشوار صعب جدا وعلى الصعيد الثاني عشان هنروح فاصل ونرجع بس على الصعيد الثاني نتجي تتكلم عن الدوري احنا عملين أو احنا بنخسر نقاط والمنافس بتاعك بيقترب فيه خطورة فيه خطورة وزي ما كنا بنقول احنا مش متعودين نخسر مرتين وراء بعض ومش فكرة بس مرتين وراء بعض احنا كجماهير احنا ما عندناش استعداد أصلا نتعرض لده والفريق برضو بالمناسبة الفريق أكيد ما عندوش استعداد ان هو يتعرض أو يعرضنا لده ففيه كم نقطة هنرجع نتكلم فيها خاصة بموضوع الدوري فاصل سريع جدا طيب احنا دقائق خلاص يعني على نهاية الحلقة هنستغل بقى كابتن إيهاب طبعا هيك منورنا أحبك وراء تانية مرة تالتا بقى عندنا مباراة جاية مهمة جدا يوم الخميس وأكيد من دلوقتي يمكن سوارش مركز جدا وزي ما أكيد بنتكلم هو أكيد بيدرس الزمال كويس أو بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت اللعيبة حتى لو احنا هنتكلم أن الأداء لم يكن طبعا المرضي مع بيرامدز لكن أكيد الصفحة دي مفروض أن هي تقفل من قبل اللعيبة ومن قبل الجماهير ونبتدي نركز عشان يوم الخميس أعتقد احنا مش هنقبل مش هنقبل بإذن الله أبدا يكون في أي حاجة تانية نتعرض لها بهذا الشكل اللي هو في الأول في الآخر ما نعرفوش يعني الشكل بالنسبة لنا مجهول مظبوط كده هقولك حاجة المباراة دي كمان ما بتبقاش مرتبطة باللي قبلها يعني ما بتبقاش مرتبطة بمستواك قبل المطشاط أو قبل المباراة دي بتبقى عاملة زي مباراة الأهل وزي ماك دايما بتبقى خرج التوقعات بيبقى لها حالة فنية خاصة جدا بترجع لحالتك أنتك يوم المباراة تركيزك تحضيرك كل ده بيفرق بشكل كبير جدا اللي هيحضر بشكل كويس واللي أتمنى طبعا اللي يكون نادي الأهل محضر بشكل كويس اللعيبة عارف أهمية اللقاء هيبقى نقطة فاصلة جدا جدا في الموسم يعني مباراة الخميس هتبقى نقطة مش مبلغة لكن دي حقيقة هتبقى نقطة فاصلة بشكل كبير جدا في الموسم هيروح فين وهيروح إزاي فلازم اللعيبة يكون عارفة كده لازم الراجل يوصل لهم الكلام ده اللعيبة الكبيرة في الفرقة يكون لها دور الفترة اللي جاية توصل للعيبة كلها أهمية اللقاء أهمية المباراة دي كموسم للنادي الأهلي هيفرق معها بشكل كبير جدا لازم اللعيبة يوصل لها الكلام ده كله أو هي وصل لها أكيد لازم تعول الجمهور عن اللي فات خصوة ربط أفريقيا المستوى والأداء السيء والتراجعة في الدورة الممتاز فأعتقد نبطورة كاس مصر هتبقى يعني أقل تعويض لجمهور النادي الأهلي عن الفترة الماضية فدي حاجة مش جديدة على لعيبة النادي الأهلي ومش بعيدة على لعيبة النادي الأهلي يقدروا يعملوا كده طبعا يقدروا عندهم الإمكانيات الفنية وكل حاجة تقدر تخليهم يحققوا بطولة كاس مصر فأتمنى يكونوا في كامل تركيزهم وكامل توفقهم اليوم ده إن شاء الله بإذن الله طيب ده من ناحية الاستعداد كويس جدا من ناحية الأخرى بقى فكرة أننا ما بربطش طبعا مباراة دي بطولة ودي بطولة أكيد بس برضو أنت بتلعب بطولات مختلفة لكن عندك مشاكل بتبقى معاك المشاكل موجودة أكيد بالضبط اللي أنا عايزة وصله لأن أنا نفسي مش فاهمة بعض المشاكل بتيجي تتكلم عليها نلعب مباراة تلاقي المشاكل دي أنت تغلبت عليها بشكل كبير جدا وبالعكس ده أنت بتأدي أداء كمان مرضي ومبهر يجي بعد كده مباراة بعدها لاحقة تلاقي أن أنت بتكرر ده اللي أنا عايزة أفهمه كجمهور مش كمزيعة دلوقتي أنا عايزة أفهمها واحدة من الجمهور وأعتقد فيه ناس كتير معايا في لغة كرة القدم وحضرتك كنت لعب قديم برضو هو ده ليه بيقرر يعني غلطة أنا خلاص عدتها وبقت منسية إلى حد ما بتعود مرة تانية وبتبقى ظاهرة بشكل كبير لأن أنا زهنية مش حاضر زهنية مش حاضر مش قادر أستمر يعني أنا بعد ما بصلح أخطائي في مباراة عندي يعني لازم خلاص أنا بتعلم من سلبياتي وبتعلم من الأمور اللي أنا وقاتي فيها قبل كده فبحصحها وبتعامل بشكل كويس جدا لما أرجع لها تاني أنا زهنية مش قادر مش قادر أنا أطبق الكلام ده ده غلط مدير فني ولا لعيبة ولا الاتنين يعني لا الفترة دي لا هي على اللعيبة بشكل كبير لأن في التلاحم والضغط ده بيأثر كمان زهنية على اللعيب اللعيب برضو مشتت زهنية بشكل كبير جدا فبيأثر على أدائه فالإشارات بتاعت المغرب للأعضر يعني فيه أمور كتيرة جدا فاللعيبة النادي الأهلي الفترة دي مش قادرة تستعب الكلام ده الراجل بيحاول يطبق أفكار إمبارح فيه تشويش حصل للعيبة لأفكارهم مع الراجل إن الراجل كان عايز يطبق فكر معين اللعيبة حصل لها تشويش كبير جدا في الأداء ما قدرتش لما الراجل تكيس حفظ وقفل عليهم طرق ومفاتيح اللعب ما قدرواش يبتكروا طرق لعب جديدة داخل الملعب فاللعيبة عندها مشاكل كبيرة جدا في الفترة دي فالراجل زي ما قلتلك هو عنده فترة صعبة لازم يعود اللعيبة على الاستمرارية يعود اللعيبة دايما ويفكرهم بتحصيح الأخطاء دايما لازم يشتغل عليهم كتير جدا لازم كل يوم لازم كل يوم أجيب خط خط لوحده أعلمه أخطاءه أشتغل على أخطاءه أشتغل مع المهاجمين على إنهاء الهجمة بشكل كويس جدا أشتغل مع أجنحة إزاي تغطي مع المدافعين بتوعها أو التقتيل العكسية مع البيت وسط الملعب إزاي يعمل تحولات بشكل كويس إزاي انتشاره خط وسطنا تاني بشكل كبير لأن خط وسط النادي الأهلي واضح جدا جدا تأثيره لأن حمد الفاتحي السولية أليو دانج مش في مستواهم بعدما كانهم الأفضل داخل أندية القرى الأفريقية دلوقتي فيه تراجع كبير جدا ده أفقد النادي الأهلي جزء كبير جدا من المستوى الفني داخل الملعب أنا حقتم لأنه الوقت تريبا خلاص حقتم بالسؤال سريع جدا برضو عايزة إجابة تكون سريعة منك كابتن إيهاب فكرة هنا الاعتماد على المدرين الفنيين البرتغال تحديدا نتكلم فيتوريا طبعا منتخب مصر أو الأهلي والزمالك واعتمادهم على الجنسية تحديدا نعم وفاركوا كمان فإي قصة بقى يعني شو معنى يعني محاسين وهي قريبة من الكرة المصرية النسبة كبيرة البرتغال فيها تطور كبير جدا وبقتم من الدور المصددرة والمدرين الفنيين بشكل كبير جدا أتمنى wishing ككرة مصرية نستفد من التجربة أستمنى يعمل محاضرات وندوات تسكفية مع المديرين الفنين مع المدربين الشباب يراكمه بخبراتهم فأتمنى كُرة destفيد من التجربة البرتغالية الموجودة على أراضي المصرية كابتن يام نورتني والله النهار ده بجد وأول حلقة بعد العيد كسانت طيب صفرت صحيح لا لسه بقى عشان في الأيام اللي جاية باشكر حضراتكو كل سنة وإحنا جميعا بخير يا رب ممكن نزعل لكن بلاش إن إحنا نحبط ممكن نزعل بس بلاش إن إحنا نحبط لازم عندنا ثقة في فريقنا هنشوف حضراتكو بكرة وحلقة جديدة إن شاء الله وعش السوف في الآن